انا عملا الفيديو ده مخصوص لعرائسنا الجداد والنسل اللي هي مش بينجح معها الفطير او بتواجهها اي مشاكل ايه تاب قولي ريهات الفيديو يعني ما يخرجوش كدوة ويكملوا معايا الفيديو عشان عيستفادوا فعلا بكل الاسرار والحركات اللي انا هقولها في الفيديو هنطعنش مش هستخدم دي مش هاولك تجيبيني دي الشري دي بقى لعبال الفطير دي بغبوزات ودي مش عارف اسبو ايه ولا حنستخدم زبدة ولا حنستخدم حاجة فطير حيبقى مورق معاكي وجميل جدا زي ما انت شايفها في الفرن اللي ما صلى على النبي وشايف الفطيرها منفوخة ازاي وكمان حيطلع الطاري معاكي بقى اقل التكاليف عتعبليه وحينجح معاكي ان شاء الله وحتعملي فطير طعمه جميل جدا تبقيني بس انت لنهاية الفيديو وما تنسيش كده تشاركيني برأيك في التعليقات وزي ما انت شايف الفطير اللي ما صلى عندبي جميل جدا ما تنسيش بقى تصلى على رسول الله كده في التعليقات عشان تبقى صدق جارية ليه وليكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخوتي وحبايبي في اللي في قناتي على اليوتيوب اصرار الطبخ الاحترافي مع الشي في حرهاب ورائي اه تعالوا بينا حبايبي نبدأ على بركة الله ونصلى على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونشوف مع بعض هنعمل ايه اول حاجة جاهزة الدهان اللي انا هورق به لعجنت الفطير بجيب كيس سمنة انا استخدمت سمنة جنة ممكن استخدمي اي نوع اه بحط عليه نص كوبية زيت ونقطتين اتنيق نعم بس من ريحة السمنة البلدية اه ريحة السمنة دي هتلاقيها موجودة عند العطار بس بتخلي الفطير معاك اكنك عاملا بسمنة بلدي اه فعلا نعم بتخلي طعمه جميل جدا ده اه دي اول حاجة بجاهزة لخليط السمنة قبل ما ببدأ في العجينة وقبل ما ببدأ في اي حاجة بعملها بعد بسيح السمنة كده مع الزيت اللي بتجهز مع ريحة السمنة البلدي اللي هو نقطتين اتنين ما تكتريش كل كوبية من الدهان بتاخد معاكي نقطة واحدة من ريحة السمنة البلدي اه بعد كده بعد مساح كده حاسبها لحد ما تبرد وبعد كده حدخلها التلاجة عشان يعني ايه يعني تبقى جمدة يعني معايا بعد كده حنشوف بقى ايه اه كده بقت السمنة بقت جاهزة معايا جاهزتها خلاص يبقى دي اول حاجة انا بعملها يعني مش هستخدم زبدة دي الخليط اللي انتي هتعمليه وحلازم على فكرة متقطر يعني هنا مش مقطرة الزيت اه السمنة لازم تكون اكتر ليه عشان ما تبقىش الفطير نشف معاكي هنا بقى معايا كيلو من الدقيق دي عادي يه جايبها دي سايب بالكيلو اه فهنستخدم دلوقتي معلقتين زغارين من الملح وحنستخدم اربع معلق كبار من السكرة وهنا بقى ايه الميا دي كده اه الميا دي تلات كبايات اللي انا معايا فطبعا ايه هنشوف مش هحطها كلها فانا هنخلىها جنبي مني نشوف هنستخدم قد ايه فانخلي كبايا كده على جنب اهيت ويبقى كده معايا دول كدهات ايه بقيت المياه هنحط عليهم بقى ايه اربع معالق من السكر يبقى كبايا ونص من المياه حطيت عليها اربع معالق من السكر وادسها ايه واغلقتين الثغارين من الملح ecoeic ملح الطعام العادي كبابايا ونص من غرف المياه في ذلك حطيت عليها اربع معالق من السكر ونضع بعلاقت عن شكل ملح كبابايا مع الماء بل كبابايا مليانة يعني بل كباباياية السكر مع لها هو مية عادي يعني. ازا ما انتم شايفين ايه حبيبي? بعد كده بنزل بقى ايه? عليهم على خارجة الدقيق. وبعد كده هبدأ بقى ايه? اللي انا اعجنه بعد. طبعا كبات المية التانية هنخليها جنبي مني. المية بردة من الحنفية. مش مية دافية. احنا في جو الصيف دلوقتي. والجو حر. فمنستخدم المية من الحنفية عادي. في جو الشتا فاحنا بنعجن الفطير بمية دافية عشان العجينة ترتاح معيه على طوق. لا. لا. يساعد اللي العجينة ترتاح. ده جو الشتا. في جو الصيف احنا بنعجن بمية من الحنفية عادي. يا? بنعجن بقى كده العجينة لو احتاجت مني شوية مية. فبحط بقى معي كوباة اللي انا خليتها دلوقتي. بحط شوية بشوية. اه كده يعني. يا? زا ما انتم شايفين. لو احتاجت مني احتاجت مني كل الكوباة يعني واحتاجت شواط مية تانيين فهاجيب حبة تانيين. هنتابع ايه مع وعد ايه دي واتي. لان فيدي ايه بياخد مية كتير فيدي مثلا ما بياخدش كده فانتي تخلي بالك. فهي المية بنحطها ايه? حط المية واحدة واحدة ونعجي لحد العجينة كده ما تلم كده وما تباش لزقة في الطبق ولا في ايه. العجينة يعني ايه? ما تباش ما فيش حاجة في صعبعي ولا تكون مثلا في حاجة في اللجنب بتاعت العلبة كده. فبنعجي للعجينة لحد ما توصل معي للقوام اللي انتو هتشوفوه بعد شوية. على فكرة طريقة الفتور دي تسهلة وبسيطة. يعني عريسنا الجودات كده والناس اللي ملقاش في عميل الفتير خالص. ركزوا معي. لان انا عاملة معاكم الفيديو النهاردة بكل امانة وصدق. زي ما بيتعمل الفتير في محلات المغبوزات اللي برة اللي انتو بتروح تشوفو من عندهم. بس انا النهاردة عامله لكم بقل التكاليف وعديلك نفس النتيجة بالزبط. يعني لو هم انك بيستخدموا زبدة فانا عامله لكم من غير زبدة. للناس بقى هنا انا خلاص العجينة كده بقى التمام كده معايا. اخر حاجة بحط شوية زيت. يعني باخد حبة زيت كده على قدية. اهو. يعني حوالي اربع معالق كبار كده من الزيت بحطهم على وش العجينة. وبحاول كده من اجيبها من تحت المنفوطة يعني تاخد طبقة كده من الزيت. اه ده طبعا من اه لازم الخطوة ديت علشان اه اه اتخلي العجينة ترتاح معاك بسرعة. وتبقى سهلة في الفرد وانت بتشغل بيها. اه بس بها بقى كده بقى حاجيب كيس ووطي العجينة بيها. واسبها اه حوالي عشر دقايق. اه عشر دقايق كمان هيبقى على فكرة كتير. لقد احنا في جو الصيف مش بتاقد وقت خالص. يعني ده يدوبك خمس دقايق وحتكون العجينة ارتحت معاك وحتبصت لها ليه فيها مطة كده وبتمط فتبقى جميلة جدا. اه اه انا كمان على فكرة ما سبتهاش كتير يعني يدوبك غطتها وروح تخسل ايديه وبعد كده عشان مطرح الزيت يعني. وهنا مسافة مغزلت ايديه ورجعت وقلت شوفها فبصوا بقت العجينة فيها مطة ازاي. فقلت بقى ايه يعني هي بترتاح بسرعة على فكرة يعني. بدهل الصينية اه زيت وبعد كده هشكل العجينة اه زي ما انتم شايفين. اه بشكلها يعني انا هعمل تلات فطاير كل فطيرة هتاخد خمس كور من العجينة. هنا لو انت حبل الكور كلها تبقى مقاس واحد فبتجيبي حاجة تعيري بها يعني تقسمي بها العجين. جبت كوباة صغيرة وقسمت بها العجين يعني. فزي ما انتم شايفين اه طلع هوت يعني خمستاشر كورة كده هوت من العجين. العجين اسمته خمستاشر كورة. كل يبقى كل فطيرة هتاخد باعي خمس كورة. بغطيها بقى بكيس تاني. اه وبس بقى برضو تريح شوية. وهنا السمنة جاهزة باعي هي. اللي انا عملتها برضو باعيكم. يعني انا عامل الفيديو معاكم خطوة بخطوة. اه بعد كده طبعا السمنة بقت جاهزة. اه حبدا بقى ايه دواتي. لانو ورى لكم طريقة فرد لايه. الفرد الكل فطيرة. بحط بقى طبعا اول حاجة بتعبيريها. شوية تخلي كده حطيهم على الرخامة. ومسحيها بمندي. لا تهاريها الاول. لا بعد كده بتحطي رشة من الزيت. دهنة زيت كده. وبناخد بقى كل فطيرة هتاخد خمس كور من العجين. دي الصانية اللي انا هحطي فيها. بتكوني بجهزة ثلاث صواني. اللي انت عتحطي فيهم الفطيق. را كل كورة بحطها بفرتها على الرخامة. بدينا بقى دهنة من السمنة. بحطها في الصانية. وبرضو بكرر نفسي حكاية. لحد ما اخلص الخمس كورة. افردهم كده وحطهم فوق بعض. اخر كورة بفردها. مش بحطها على الوش بتاعها دهنة. زي ما انتم شايفين ايه حبيبي. ان شاء الله كده هتعملي الفطير. هينجح معاك من اول مرة. وان شاء الله كده. ما تنسيش بس كده تدعيلي دعوة حلوة كده. وانت بتعميل الفطير. هنا بقى ايه حبيبي. خلصت انا خلصت اول فطيرة. عملتها. وحطيت خمس طبقات كده من العجينة في الصانية. فرت كل كورة وحطيت على وشها دهن. وحطيتهم طبقات كده في الصانية. واخر كورة ما حطيتش على الوش بتاعها حاجة. وبغطيها بقى ايه بكيس. وبسيبها مع بالمخلص بقية الكور اللي معايا وشكلها. فبسيبهم بقى كده هوت. يرتاحوا شوية. خمس دقائق كده هوت. وبعد كده نبدأ بقى ايه نفردها. خدتها كده من الصانية. وببدأ بقى ايه اللي انا بفردها. اهم حاجة هو انت بتفرديها. حاولي بس كده. الطبقات تمشي مع بعض كده مظبوط. يعني تبقى اتخذي من النص كده. فردي من النص على برا. فردي من النص على برا. عشان يبقى الفطيرة ايه. يعني تبقى. واخدأ سوى واحد كلها يعني. وهنا انا بنفردها بقى كده. لحد ما تتشكل معايا دايرة كبيرة. فطبعا زي ما انتم شايفين. بحاول اللي انا بسوي الطبقات كده على بعضيها. اهيت. بعد ما فردتها. بقى اللي انا باخد من السمنة. وبدأ الفطيرة كلها كده. بخليط السمنة. حابدا بقى اللي انا قدني الطرف دا. وادين برضو سمنة. واجيب الطرف التالي عليه. كده يعني. يعني ايه نشكلها على شكل ايه زرف كده في الاخر. وكل ما اجي قدني الفطير. قدين ايه من السمنة. زي ما انتم شايفين. واهم حاجة. حاول تفرد الاطراف كويس جدا. نعم. عشان. وانت بتفردها في الخطوة ديت. دي طبعا مهمة جدا. عشان ما تبقاش طبقات ديت تخينة. بعد الفطير ما يستوي يعني. حاول ان انت تفرد الاطراف دي كويس جدا. بعد كده باللم بقى العجينة كده هوت. ودي كده الفطيرة بقت خلاص خلصت باعي. هغطيها بكيس واسيبها برضو ايه تريح مع بالمخلص الاتنين التانيين. نعم. الاتنين التانيين هشكلهم برضو بنفس الطريقة بالزبط. هاخد برضو الايه. هاخد الفطيرة نزلها على الرقمة. وكده انا فردت بنفس القطوات اللي انتو شفتوها قبل كده بالزبط. بعد كده برضو بفرد السمنة عليها. بغطي الفطيرة بالسمنة. وبعد كده باتن العجينة وبحط السمنة. وبعد كده بجيب الطرف ده على الطرف ده. وحاول اللي انا افرد الاطراف كويس جدا. ما سيبش الاطراف تكون مكالكعة كده. وبعد كده بطبقها كده على شكل الزرف. وكده خلصت التلت فطير حطيتهم ايه. كل الفطيرة رجعتها في الصنية بتاعت. بعد كده برجع اللي انا بفرد الفطيرة كده. لحد ما تاخد حجم الصنية كده معي. وبحط بقى على الوش بتاعها تلت معالق كده من خريط السمنة. وبوزحها كده برضو بأدية. وحكرر نفس حكاية في الثلاث ثلاث صواني. نفس الحكاية. هافرد الاثنين التانين. كده فردت الصنيتين التانين الفطير يعني فيه. وكل صنية بحط عليها تلت معالق من السمنة. على وش الفطيرة. وبوزع السمنة كده على الفطير كده كويه. يبقى كده ما استخدمتش زبدة خالق. والفرن معايا مسخنا. على اعلى درجة دلوقتي. وحطتهم بحط الصواني تحت في الفرن من تحته خالص كده زي ما انتم شايفين. وحاسبها بقى كده بصوا. انا رجعت فتحت قفلت الفرن تاني. وسبتهم شوية. ورجعت فتحت تاني. بصوا الفطير يعني منتفخ الزاء. طبعا لما انت تلاقي الفطير انتفخ كده هوت. فهتعرفي بقى ايه. اللي كده عجلت الفطير مظبوطة. والفطير حيطلع معاك مورق وجميل جدا. الفرن عندي بيولع من تحت بس. يا اما لو شغلت الشوية. الشوية اللي تحت بتدفع. فانا بعد الفطير ما انتفخ. وخد لون دهبي من تحت في الصواني. فطفت من تحت. وبعد كده طلعت صانية صانية تحت الشوية. لحد الوش ما خد لون دهبي. وبعد كده بكرر نفس الحكاية. لحد الفطير كله ما ياخد لون دهبي. فطبعا الطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنا معايا الصانية. حبدأ احط عليها بقى ايه الفطير. والفطير وهو طالع سخن. فبتغطيه على طول بكي. وتغطي بقى ايه تكفي عليه صانية. عشان او غطى حلة. عشان يبقى طاري معاك. بس في حاجة حابة لا اقول لك عليها. اول ما بيطلع الفطير من الفرن من تحت الشوية. فبندهنه تلميع كده من السمنة. دي انا عملتها. بس شلت الكيس تاني عشان اواركم انا عملت ايه. يبقى انت بعد ما بتطلعي الصانية الفطير من تحت الشوية. فبتدي له دهنت بتلمعي الوش بالسمنة. وبعد كده بتغطيها بكيس. وانا هناك بقى حطيت التلات فطير فوق بعض على الصانية. وغطيتهم بكيس وغطيتهم بصانية كده مقلوبة. عشان وبسيبهم بقى كده لحد ما الفطير يبقى طاري معايا خالص زي ما انتم شايفين. بتسيبي بقى كده وقت ايه ساعة كده ولا حاجة. وبيبقى طاري وبيبقى جميل جدا معاك. ودوقتي بقى ايه نجي بقى ايه للتقديم بقى. ممكن بقى تقدمي معاه عسل. جبنا بيضة جبنا حدقة فبراحتك. اللي حابب اي حد حابب ياكل مثل فطير بجبنا حدقة ياكل. حابب ياكله بعسل عسل بس او عسل وطحينة فيحط طحينه على العسل. ياكله بجبنا بيضة فبراحتكو. وحاببتي اتبعي الخطوات اللي انا عملتها معاكي. عشان ينجح معاك الفطير. وهيطلع معاك بنفس الشكل. استخدمت الديق عادي. ما استخدمتش زبدة. وبرغم كده بص الفطير مورق وجميل ازاي. شكرا من المشاهدة. السلام عليكم.